موسيقى موعد الثالثة مساء بتوقيت الجزائر الإخبار أهلا بكم المستهل بالنشاط البرلماني حيث عقد اليوم المجلس الشعبي الوطني جلسة علمية برئاسة إبراهيم بوغالي رئيس المجلس وبحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمع زوار الجلسة خصصت لترحي أسئلة شفوية على قطاعات الطاقة والمناجم الصناعة النقل الموارد المائية والأمن المائية والصحة وزراء والقطاعات المعنية ردوا على 19 سؤالا وجهت إليهم في التعاون أجرى وزير العدل حافظ الأقتام عبد الرشيد طبي زيارة إلى إسبانيا يومي الثامن والتاسع فبراير الجارية تباحث خلالها من نظيرته وزيرة العدل الإسبانية ماريا بيلار لوب سيسبل التعاون القضائي بين الجزائر وإسبانيا الزيارة كانت فرصة لاستعراض واقع علاقات التعاون على المستوى المؤسساتية على ضوء مذكرة التفاهم المبرمة بين وزارتي العدل للبلدين في 6 مارس 2019 في التعاون دائما شارك رئيس المحكمة الدستورية عمر بن حاج اليوم عبر تقنية التحاضر عن بعد شارك في أشغال الدورة الرابع عشر للمكتب التنفيذي لمؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية المنعقدة بالعاصمة الأنغولية لواندا وتمحورت مداخلة رئيس المحكمة الدستورية في هذه الندوة حول آخر التطورات الدستورية والمحطات الانتخابية التي شهدتها الجزائر في الآون الأخيرة في إطار استكمال البناء المؤسساتي للجزائر الجديدة وهذا تنفيذ لتعاهدات رئيسي الجمهورية السيد عبد المجد تبون وأبرز بالحاج أهم القضايا التي بثت فيها المحكمة الدستورية منذ تنصيبها إليكم هذا التصريح إن بلدي يعرف منذ سنتين تحولات عميقة في سبيل تكريس دولة الحق والقانون وضمان الحقوق والحريات وإن من بين ما جاء به دستور الفاتح من نوفمبر سنة 2020 الذي بادر به رئيس الجمهورية وباركه الشعب الجزائري استبدال المجلس الدستوري بمحكمة دستورية وذلك في إطار إصلاحات وعدبها السيد الرئيس وترمي إلى بناء جزائر جديدة لقد سبق للجزائر أن قدمت في الدورة الثانية عشر للمكتب التنفيذي لمؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية المجتمع في 23 يناير 2020 بلواندا عدة اقتراحات مكتوبة الهدف منها تعديل النظام الأساسي للمؤتمر بغرض تكييفه والمتطلبات الآنية والمستقبلية التي تنتظر هيئتنا وتمكنها من القيام بمهامها على أكمل وجه وقد لقيت هذه الاقتراحات استحسان أعضاء المكتب التنفيذي الذين تبنوها بالإجماع على أن تعرض على الجمعية العامة السادسة القادمة للمصادقة عليها أشرف اليوم وزير الشباب ورياض عبد الرزاق صبقاق على يوم تقييمي حول التحذيرات المتعلقة بألعاب البحر الأميض المتوسط بوهران حيث أكد جهيزية المرافق وضرورة إشراك مختلف الفواعل إنجاح التظاهر الرياضية التي تحتضنها بهران هذه الصائفة مبرزا الأهمية القصوى التي يريها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تابون لهذا الحدث الرياضي الهام في موضوع آخر صنف الموقع الإلكتروني الأمريكي المتخصص في الإعلامي الاقتصادية بيزنز سنايدر أفريكا الجزائر في المرتبة الرابعة ضمن أفضل عشر دول إفريقية للإستثمار سنة 2022 حيث قيم الموقع إيجابيا الفرص التجارية التي تتيحها الجزائر للمستثمرين لا سيما في ظل القوانين الجديدة المشجعة للإستثمار الأجنبية التقرير ثمن مؤهلات الجزائر التي تعزز مكانتها كوجهة مطلوبة للمستثمين خاصة احتياطات الصرف والناتج المحلي الإجمالي الذي تجاوز 150 مليار دولار سنة 2021 حسب الموقع الإلكتروني أكد رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم شرف الدين أعمار في اتصال هاتف مع تلفزيون الجزائرية أكد أن كأس أفريقيا للمحليين الشباب ستنظم بالجزائر في موعدها وأن الأخبار المتداولة في الصحافة الإفوارية اليوم ما هي إلا شائعات بعيدة كل البعد عن الحقيقة والدولة الجزائرية تصهر على تنظيم الموعد الإفريقية في وقتها والآن مشاهدين موعدكم مع الأخبار الدولية في تقديمها الزميلة سونيا جاسي تفضل سونيا مساء الخير صهيب مساء الخير مشاهدين الكرام أسعد بلقائكم مباشرة بعد هذا الفاصل مشاهدين قبل أن نفصل في أخبارنا الدولية إليكم أبرز عنوينها انطلاق جلسة مجلس النواب الليبي لاختيار رئيس جديد للحكومة والجامعة العربية تؤكد أهمية توافق الليبيين على عملية سياسية شاملة روسيا تعلن عن بدء منورات عسكرية مشتركة مع بيلاروسيا وواشنطن تتهم موسكو بالتحضير لغزو محتمل وسع نتقف أوكرانيا موسيقى دول عديدة حول العالم تتجه نحو تخفيف القيود والإجراءات الاحترازية المتعلقة بجائحة كورونا ومنظمة الصحة العالمية تدعو إلى تسريع إطاحة أدوات مكافحة كوفيد-19 لوضع حد للفيروس موسيقى المستهل من ليبيا حيث انطلقت اليوم بمدينة طبرق أعمال جلسة مجلس نواب المخصص لاختيار رئيس حكومة جديد وذلك بحضور 132 عضوا وفقا لمصادر إعلامية ليبيا من جهة أخرى أكد الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط اليوم على أهمية توفق الليبيين على عملية سياسية شاملة تفضي إلى إجراء انتخابات وطنية تجدد شرعية المؤسسات باعتبارها سبيل الأمثل للحل في ليبيا في أشأن الصحراوي أدانت الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي بشدة استعمال قوات الاحتلال أبشع أنواع التعنيف في تعاملها مع المتظاهرين أو المتظاهرات الصحراويات التي شاركنا في الوقفة السلمية التي نظمت لحد الماضي بالعيون المحتلة للتضامن مع المدافعة عن حقوق الإنسان سلطان خية وعائلتها المحاصرين من طرف قوات القمع المغربية ببجدور المحتلة منذ أكثر من 15 شهرا مرددين شعارات مطالبة بالحرية والاستقلال بالمغرب أشادت مجموعة العمل المغربية من أجل فلسطين بقرار تعليق منح الكيان الصهيوني صفة مراقب لدى الاتحاد الإفريقي ودعت إلى الاستمرار في التعبئة لمحاصرة الكيان العنصري وذكرت المجموعة في بيان لها بإشادتها بهذا القرار التاريخي واثقتها من كون الوقوف أمام كيان مجرم لا يمكن إلا أن يثمر نتائج لصالح أمتنا ولصالح أحرار العالم مواضحة أن منح الكيان الصهيوني الغاصب لصفة مراقب بالاتحاد كان سيشكل خطورة كبيرة على استقرار إفريقيا وأمنها مرحبة بالقرار الحاسم الذي يؤكد أن إفريقيا ليست مجالا مباحا أمام كيان إجرامي قاتل كما وجهت نداء إلى الدول التي انجرت لخديعة التطبيع مع العدو الصهيوني ومنها المغرب إلى الانسحاب منه فورا والعمل على سد كل الأبواب عليه عبر سن قانون يجرم التطبيع وكل أشكال العلاقات مع العدو الصهيوني وفي فلسطين أصيب عدد من الفلسطينيين بالرصاص والاختناق في مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال الصهيونية ليلة الماضية بعدة مدن في الضفة الغربية واندلعت هذه المواجهات خلال مسيرات فلسطينية منددة بالجريمة التي اقترفها الاحتلال الصهيونية لفاء الماضي في حق الشهداء الفلسطينيين الثلاثة إلى ذلك أطلقت قوات الاحتلال النار الليلة الماضية تجاه الأراضي الزراعية شرق خان يونس ومدينة دير البلح بقطاع غزة مخلفة حالة من الخوف والهلع في صفوف المواطنين وفي العراق أعلن الإطار والتنسيقي اليوم عن مبادرة للخروج من الانسداد السياسي مؤكدا أن الخلافات السياسية تسببت في تجاوز المدة الدستورية المبادرة تتضمن دعوة كل القوى السياسية والشخصيات الوطنية إلى بدء مرحلة جديدة من التواصل والحوار لإنجاز الاستحقاقات الدستورية واستكمال المواقع السيادية بما يحقق شراكة حقيقية في إدارة البلاد فيما دعا الإطار التنسيقي إلى التكاتف والتعاون للدفاع عن العراق في المشهد اليمني دعا الاتحاد الأوروبي لليوم إلى إنهاء الاقتتال في اليمن عبر حل تفوضي ولقد شهد اليمن خلال الأسبوع الماضية تصعيدا عسكريا لافتا بين الأطراف اليمنية مما أدى إلى نزوح العديد من العائلات إلى جانب خسائر بشرية ومادية كبيرة يذكر أن اليمن يشهد منذ نحو سبع سنوات حربا مستمرة في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية بالعالم حيث يعتمد معظم السكان البالغ عددهم 30 مليون على المساعدات وفق الأمم المتحدة في الملف نووي الإيراني قدم المبعوث الأمريكي إلى إيران إحاطة مغلقة بشأن مجريات مفاوضات الاتفاق النووي في فيينا فيما تحدث البيت الأبيض عن إعداد سيناريوهات للطوارئ وهذه الإحاطة التي قدمها المبعوث الأمريكي لأعضاء لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي هي الأولى من نوعها مشيرا إلى أن التقدم في البرنامج النووي الإيراني منذ مغادرة واشنطن الاتفاق يبدو لافتا مضيفا أنه لا سبيل لإيقاف تقدم إيران سوى العودة للاتفاق وفي تطورات الوضع حول أوكرانيا أعلنت روسيا عن بدء منورات عسكرية مشتركة مع الجيش البيلاروسي في عملية تدوم عشرة أيام في بيلاروسيا التدريبات تجري بهدف الاستعداد لوقف وصد هجوم خارجي في إطار عملية دفاعية وفي رده على المخاوف الغربية شدد الكرملين على أن لا نية لديه لإبقاء قوات بشكل دائم في الأراضي البيلاروسية يذكر أن واشنطن والغرب كان قد اتهم موسكو بالتخطيط لغزو واسع النطاق لجارتها أوكرانيا بعد حشدها نحو مائة ألف عسكري على الحدود بين البلدين وفي مستجدات الوضعية الوبائية في العالم أعلنت منظمة الصحة العالمية عن تسجيل نصف مليون حالة وفاة منذ اكتشاف المتحور أوميكرون في حين شهدت دول الشرق الأوسط تسارعا في وطيرة الإصابات بالفيروس في الأسبوع الستة الماضية بسبب انخفاض معدلات التطعيم تقول أمال خالفي يتجه العالم إلى مرحلة التعايش مع فيروس كوفيد 19 ففي الوقت الذي بدأت بعض الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية جزئيا في الإلغاء التدريجي للإجراءات الاحترازية وفتح الحدود تعيش دول أخرى وسط احتجاجات للضغط من أجل إلغاء إجراءات الصحة العامة المرتبطة بالجائحة نيويورك أكبر المدن في العالم تلغي ابتداء من اليوم إلزمية وضع الكمامة في الأماكن المغلقة على غرار المطاعم والمتاجر والشركات بعد أن عرف مؤشر عدد الإصابات بها ترجعا كبيرا وبعدما كانت بؤرة للوباء لعام 2020 حيث سجلت مدينة نيويورك وحدها 38 ألف وفاة على الأقل خلال سنتين وعلى النسق ذاته ألغت السويد تقريبا كل القيود القليلة المتبقية لمكافحة الجائحة وأوقفت معظم الفحوص للكشف عن عدد الإصابات فيما فتحت الفلبين حدودها أمام السياح الملقحين بشكل كامل على أمل انتعاش القطاع الصحي على عكس غارمتها التاريخية اليابان التي اعتمدت تنديد حالة شبه الطوارئ في توكيو واثنت عشر محافظة أخرى حتى السادس من شهر مارس المقبل من أجل كبح جمح عدوى متغير أوميكران ومع اختلاف الإجراءة الصحية من بلد لآخر تختلف ردود الأفعال وكثيرا ما تكون الفوضى سيدة الموقف وهو ما حدث أمام مبنى البرلمان في النيوزيلندا حيث وضع متظاهرون خيمهم احتجاجا على إلزامية التلقيح الأمر الذي أدى إلى نشوب مواجهات مع أفراد الشرطة وفي أوتا والكندية يوصل سيقوى الشاحنات للأسبوع الثاني على التوالي في غلق الطرقات المؤدية إليها متسببين في أزمة مرورية للضغط على الحكومة الكندية وأمام هذا الوضع حذرت الولايات المتحدة الأمريكية من العواقب الاقتصادية التي تنجر عن ذلك ووسط كل هذه التطورات دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتيرش إلى ضرورة الانتقال إلى العمل في مجال التلقيح ضد الفيروس ومن جهتها أكدت منظمة الصحة العالمية على ضرورة مساهمة الدول الغنية بقسط عادل من المبالغ الأساسية من أجل تمويل خطتها للقضاء على الجائحة إلى هنا مشاهدين نصل إلى ختم موعد أخبارنا الدولية لنهر اليوم وعودة إليك سهيب شكرا سونيا مشاهدين ألقاكم على رسل الساعة في نشاطنا للأخبار إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر